كما شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسم توقيع عقود بيع الطاقة الكهربائية المنتجة من المحطات التابعة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة إلى شركات الاتصالات الأربع العاملة في مصر لتحويل الأماكن التابعة لتلك الشركات للعمل بالطاقة النظيفة كما شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع عقود استخدام شبكات الكهرباء بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء والشركة القابدة لكهرباء مصر وأكد مدبولي أن الدولة تدعى مقافة الخطوات الجادة للتوسع في استخدام الطاقة النظيفة بمختلف القطاعات لمواصلة دور مصر ريادية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي بعد مؤتمر المناقب 27 الذي عقد بم مدينة شرم الشيخ